الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسريما مزيد أما بعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا قبل أن أتكلم في موضوعي الذي أريد أن أتكلم فيه ده رنبه على واحد دجال بجي بجايه ده عبارة عن شحاد بس شحاد باسم الدين أبصل على الاسم حميدة ده ده جاءنا من هناك من الحاج يوسف سوق 6 حلقت الوحدة في سوق الحاج يوسف ده كان جنب الحمامات الحمامات ذاته يا قفل فلا ما نفعت ذاته ما نفع معاه حتى الحمامات ذاته ما طاقت إنه يكون قاعد جنبها ففي النهاية مشى من جنب الحمامات مشى حيك تغاده كليه الله لا أعاده كويس ده بعد الحلقة بعد ما ينتهي بيقعدش حت في الناس يا ناس الدين ده الناس بتمشي تتعلموا نحنا جيناكم نعلمكم ونأكل موين جيبوا حق العصير والله العظيم والله الكلام تبقول عديل حق رمضان يا راس رمضان جاي علينا شحاد عديل كده عرف ده جاي ده ريكطب وده ري تكلم فينا قال ديل شباب صغر كويس وديل يا هم الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم حدثال أسنان سفهال أحلام ديل زي كدت وإن كنت كبير في السن إلا أنك سفيهم في الحلم ما عندك عقول رشيد لعنك سفيه يا حمبيدا فالخوارج الذين تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ما قال عنهم حدثاء الأسنان لأنهم حدثاء الأسنان صاروا خوارج ما دمال إلا لكن حداثة السن وثغر السن دليل على الطيش أصلا يعني الزولة الصغيرة تلقاهم متهور ماذا الزولة الكبيرة والحياة عركته والتجارب يدعلم منها لكن الخوارج دال هم حدثاء في الأسنان وسفهاء في الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني من حليق ما بنزل قلب ما بيفهمه ما بيفهم القرآن يهوزي حميدة ده عرفتها؟ الخوارج ما فهم القرآن أنزلوا آيات نزلت في المشركين أنزلوها في المؤمنين يعني آية مثلا الله عز وجل يقول ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يقولوا الآية دي خلاص مشيت زنت خلاص عصيت الله ورسوله يقول لك إنت في نار جهنم خالد فوقا بدليل الآية دي وما فهموا أن الآية لا تتكلموا عن الكبير الآية تتكلموا في من عصر الله عز وجل بالشرك الأكبر أو في من استحل معصية الله عز وجل فدعنا الخوارج بيفهم القرآن غلط زي حميدة ده أسي ده ما زي الخوارج؟ ما بكفرنا حميدة الدجال ده بيقول الوهابي قال يقول لك كان لقيت وهابي كان لقيت دابي ولقيت وهابي أقتل الوهابي وخلي الدابي حتى إنه مرة حرش الناس جاء الجماعة بتعينه في سوق الحاج يوسف حرشهم ويعتدوا على شيخ أبو بكر حفظه الله كان جاي واحد ده يكتل أبو بكر فالحمد لله الله زاته أبعده عنه وشيخ الصدى له والحمد لله فدحم ماذا؟ زول مفاهم حاجة كون الزوء صغير في السن وبيقدم آيات وبيقدم أحاديث وبيقدم كلام العلماء داياه المطلوب ذاته عشان كده ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية من تفسير أرجع تفسير ابن كثير تفسير قول الله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال وكان شابا قال وما بعث الله نبيا إلا شابا وما أوتي العلم عالما إلا شابا يعني كون أنت تكون صغير لكن بتتكلم بالأدلة دا معيب لكن اللي بفهم العجوز الأشي من هذا الشحاد قال لي اسم حميدة دا شم دا جاء يشحد في النهاداري أكل باعش ونحن الحمد لله بنشتغل بقى وراهنا بنشتغل الموظف شغال موظف والعامل شغال عامل والطلبة شغال طلبة بناكل بحق الديننا الحمد لله كويس وبنجي نبلغ الدين ما دايرين جزاء ولا شكورة طيب دا موضوع الدجال دا ما عنده اي حاجة حتى شبه ساي ما بعرف يفكا جايب له ينيا مشغيل أنا ما عارف صوته صوت البدي عاجبه ولا الحاصل شنو أنا ما عارف وحدة أمريكية كاف الرساكد دارة محمد بن عبدالوهاب ونحن دينا بناخده من الكفار دينا بناخده من البنية دي انت ما تتكلم كده اللي هي اسكت يكون في در يشغل لك البنية دي إلا يكون صوت فالمهم خلينا منه الله عز وجل قال في القرآن العظيم قل ما الرب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذه الآيات يخاطب الله عز وجل فيها المشركين والكفار يسألهم ويقررهم بما يعتقدون من أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو المدبر للأمر وحده هذه المعلومة المعلومة بتاعتين الله خالق براه وقال الله بدبر الأمر براه وقال الله بسرف الأمور براه دي الصوفية ساكتين في وقتب ساكتين البرعي في قتاب ليك سلام مني قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم وطبعاً نحن ما عندنا مشكلة مع فلاتي ولا جنوبي ولا شائقي ولا محسي نحن ما عندنا شغلة بتاعتك ناس ولا عرقية ولا جهوية نحن عندنا شغلة بالدين شفت بقي الصوفي بنكرها بصاب يعني بالاختصار كده الله عز وجل قال إنا جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كنت على تقوى وعلى إيمان صحيح حبيبي لينا ولو كنت في الجنس ما زينا عرفتها؟ كنت أنت شائقي وأنا محسي وأنت ضنقلاوي وأنا فلاتي كنا أي حاجة أجناسنا ما بيتهمنا بهمنا الدين دا فلو كان محمد الانتصر دا من قريش شايف محمد الانتصر دا بيجيبوه في الإزاعة دا ولا البرعي اللي بيجيبوه في المدايح دا لو كانوا من قريش وهم على دينهم هذا بل ولو كانوا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام شأن نجيك من الآخر النبي عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة لكن إنت لو ما على دينه لو ما على دينه ما بنحبك اسيح بتحب ابو طالب بتحب ابو طالب بتحب ابو لهب الله قال تبت يدى ابي لهب وتب دعم النبي عليه الصلاة والسلام لكن وين في النار سيصلى نارا ذات لهب فالنسب والجنس ده ما مهم علينا المهم البرعي قال ده فلاتي قال الفلاتي ده ماله قال جاته مرته قالت لا داير عليه خادم قال لها جدا ساق الحوار بتاعه ومشو الغابة قال له وامره ان يقطع عودا بقدر قامة الانسان الشرح ده البرعي جايب من كتاب ازاهير الرياض دبت عبد المحمود نور الدائم دبت عبد المحمود نور الدائم كويس قال اقطع لا يعود على قدر اغامة الانسان فقطع العود على قدر اغامة الانسان وقال جعل يذكر الله عز وجل بهمة عالية ثم قال للعود بخيت بخيتة بخيتة كويس العود طوال تحرك بكت بخيتة قالت له اي سيدي دي المشركين المشركين الكفار القاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا بيعتقدوا في الاولياء ولكن بيعتقدوا في الاصنام كانوا يعتقدون انهم شفاعاء بينهم وبين الله يعني يزالوا الاصنام الاصنام تزال الله الله ينزل لهم الخير الدائرين دي كانت عقيدة المشركين والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفة يتقربون اليهم بالذبايح ويتقربون اليهم بالطواف حول اصنامها هذه الاصنام ويتقربون اليهم بالسؤال والدعاء فيشفعون لهم بزعمهم عند الله فيسألون الله عز وجل لهم فيقضي حوائجهم دي عقيدة المشركين اما الصوفية الليلة عقيدتهم ان الشيخ بيخلو والشيخ يحيي الموتى والله عز وجل قال للمشركين قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله دي للمشركين الله قال فقل افلا تتقون انتم عارفين المعلومات دي افلا تتقون الله وترجعون اليه وحده لا شريك له وتفردونه بالعبادة والتضرع واللجوء والخشوع والمحبة ما عندكم عقول اذا كان الله عز وجل هو الذي تفرد بهذه الاشياء وهو الذي يخلق ويرزق ويدبر المفروض شنو المفروض النو شنو تزأله براه تطبح له براه تنذر له براه تركع له براه تسجد له براه كذا دي العقيدة صحيحة اما الصوفية بتعننا الليلة صوفية حقنا الليلة ديل الاولى سقطوا فوقا التانى من بابولا يعني كونوا يكونوا بقولوا الشيخ بيخلقوا مع الله الشيخ يحيوا الموتة مع الله الكلام ده قال البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم ما قام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا دا لأحمد الطيب البشير وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه دي صاكتين فوقا الربوبية كون الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر دو الصوفية سقطوا فوقا فاين بابولا يكونوا سقطوا فيه أنهم يطبحون لغير الله وسقطوا فيه أنهم يسألوا غير الله وسقطوا فيه أنهم يسجدوا لغير الله وسقطوا فيه كل التوحيدة الألوهية ديالة صوفية لكي نتعرف أنه عقيدة التصوف أشد ضلالا من عقيدة أبي جهل وأبي لهب أبو جهل الله قال عنه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم شنو يشركون أما الليلة الناب خض في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل يقول لك إن كنت في هم وغم فنادني وقل يا مرغني أنجيك من كل شدة وده ضلال كل ما بينجي وما بيجيب المضطر إلا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إلهما مع الله قليلا ما تذكرون نقدم الشعب وكبركم ترجمة نانسي قنقر